مع اقتراب فترة الصمت الانتخابي يواصل حزب مستقبل وطن جهوده في دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حيث نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لمساندة وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ملخص الحدث دا ان الشرقية كلها فرحانة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيس وبنبعت رسالة للعالم كله من الشرقية بنقولهم احنا في ظهر السيد الرئيس احنا مع السيد الرئيس احنا مع جيش مصر ومع شرطة مصر ومع استقرار مصر ومع هذا الرئيس الوطني العظيم المحترم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه للشعب المصر اول مؤتمر بدأ للسيد الرئيس من الشرقية من هنا واول ناس طلبت الرئيس بالترشح واستكمال المسيرة من محافظة الشرقية بقيادات رشيدة من هذه المحافظة التي نفتخر بها دائما وعوزين نقول السيد الرئيس احنا والشعب المصري كله معاكم من امامكم من خلفكم المؤتمر اكد على استحقاق المرشح عبد الفتاح السيسي للدعم والتأييد بسبب مسيرة التنمية التي حققتها القيادة المصرية خلال العشرة اعوام الماضية وهو ما اتفق عليه المشاركون احنا النهاردة من ارض الشرقية بندي تحية تعظيم واجلال لسيد وفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من سيدات الشرقية كده لمن اطلق عليهم عزيمات مصر فمنقول له عزيمات مصر كلها معاك يا فندق مع استقرار البلد مع امنها وامانها خمطة رئيس عبد الفتاح السيسي ورا شعب كامل مش عشان خاطر استحاق انتخابي لا احنا وراك يا رئيس نتكمل المشوار وراك يا رئيس وكل الانجازات اللي حضرتك عملتها وراك يا رئيس معاك ومع اي خرار انت ممكن تاخده من اكبر نعم الله عز وجل على الانسان ان يرزقه بوطن آمن مستقر انها بالحقيقة تلاحن قوى الوطن العزيم انها بالحقيقة سمفونية وتناغم بين ابناء الوطن المصري العزيم الالاف من ابناء محافظة الشرقية اجتمعوا تحت مضلة حزب مستقبل الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في استكمال ما بدأه من انجازات شهدتها الدولة المصرية يحيى علاء اي تي سي